أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تشالنج على راديو هواها بطريق خلال شهر مبارك تشالنج النهاردة حيكون بعنوان فوق قدرتك قدرة وفوق مشيئتك مشيئة ربنا عز وجل لما خلق الإنسان خلقه لعبادته تبارك وتعالى وحده فقال في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إذن أنت لازم تبقى حاطط في حساباتك إنك في الدنيا ديا مخلوق فقط لعبادة الله عز وجل ومن تيسير المولى جل وعلا لعباده ربنا جعل القرآن عشان يبقى دستور لك إزاي تعبد ربنا عز وجل من باب افعل كذا ولا تفعل كذا يعني هي كل أوامر القرآن عبارة عن إيه افعل أو لا تفعل مع تذكرة طبعا بإن الدنيا ما هي إلا يعني مرحلة من المراحل العمرية اللي انت حتمر بيها يليها طبعا بعد كده الآخرة اللي هي يعني دار المستقر بل وربنا عز وجل جعل لك وأرسل لك نبي كريم مرسل من لدن تبارك وتعالى علشان خاطر يعلمك إزاي أكتر وأكتر تعبد ربنا عز وجل ويفسر لك بعد الآيات المجملة الموجودة في القرآن ويبدأ إنه هو يوريك بالتفصيل إزاي إنك تعبد ربنا عز وجل ويوريك بالتفصيل معنى الآيات المجملة اللي في القرآن ده في ظل كل دون أنا يعني حابب إن أنا أطرح لك اتشالنج راهيب البعض للأسف الشديد مننا اللي بيستجيب لنفسه البشرية ومعلوم إن النفس أماره بالسوق بنص القرآن لما ربنا عز وجل طرح يعني النفس البشرية طرح في أكتر من موضع بعض الصفات اللي بتتسم بها النفس البشرية فقال مثلا في صورة يوسف على لسان زوجة عزيز مصر وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوق إلا من رحمه ربي وفي موضع آخر أيضا في صورة طه إن ربنا عز وجل يعني طرح قصة السامري مع سيدنا موسى وجاء طبعا في القصة دي إنه السامري كان صنع عجل من الدهب وإيه أمر قوم سيدنا موسى إنه هم يعبدوه من دون الله والعياذ بالله فسيدنا موسى شد عليه يعني شدة بالغة وإزاي إنك تعمل كده فكان رده على سيدنا موسى كما جاء في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي فشوف النفس أمارة بالسوق لدرجة إيه إن وارد إنها توصلك لمرحلة الكفر والعياذ بالله وطبعا ربنا عز وجل لما أرشدنا إلى تهذيب النفس بفعل الطاعات وترك المنكرات قال عز من قائل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها إذن النهاردة النفس البشرية نفس في الغالب طبعها إنها أمارة بالسوء إلا إن ربنا عز وجل يعينك عليها بفعل الصالحات وكثرة ذكر المولى تبارك وتعالى وكثرة الطاعات فتصبح يعني النفس مسوسة إلى فعل الصالحات ومن ضمن على فكرة تسويس النفس أو إن يكون لك حكم على نفسك إنك تفهم كويس قوي بينك وبين نفسك إن فوق مشيئتك فيه مشيئة إلهية على فكرة وفوق قدرتك وفوق إرادتك فيه قدرة إلهية وإرادة إلهية وده التشالينج اللي أنا عايزك تفهمه النهاردة إن فوق قدرتك هناك قدرة وفوق مشيئتك هناك مشيئة النهاردة أجمل مثال انضرب لينا في القرآن عن التشالينج اللي أنا بترحولك النهاردة ده كان قصة فرعون يعني إنت لما تيجي بص في قصة فرعون تجد العجبة العجابة على فكرة ربنا عز وجل قال في صورة القصص إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعاء يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين إذن فرعون هنا أولا كان من المفسدين ثانيا كانت قدرته وإرادته ومشيئته إنه هو يبغي العلو في الأرض وكان ماشي يقتل في أي ابن أو ذكر يعني يولد لأي امرأة يعني من قومه وللأسف الشديد كان طاغي 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 بطريقة رهيبة وخليني هنا أحط لك لفتة خطيرة الشكل مع شدة طغيان فرعون ولما ربنا عز وجل أراد أن يرسل سيدنا موسى وأخيه هارون إلى فرعون لأنه طغى فشوف ربنا عز وجل قال لسيدنا موسى ولأخيه سيدنا هارون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى يبا النهاردة شوف مدى رحمة ربنا عز وجل بالكافر المفسد العالي في الأرض ومع ذلك ربنا لما أرسل إليه رسولين كريمين قال أو قال لهما اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فالنهاردة أيها النفس البشرية احذر كل الحذر من الطغيان واحذر كل الحذر إن يكون إرادتك فيه الشر لأن فوق إرادتك ده إرادة خلي دايما إرادتك في الخير ويلا نكمل المثال اللي إحنا بدأناه طبعا ربنا عز وجل بمناسبة فرعون وإحنا بنقص أو بنطرح المثال ده من قصصه ربنا عز وجل كانت إرادته غير إرادة فرعون تماما وكان قدره غير مكان يعني فرعون بيخطط وعايز يقدر تماما فكان فرعون للأسف لا يؤمن بالله خدت بالك وكان ربنا من زاوية تانية قصاد ظلم فرعون دوا كان يعني يريد كما يعني ذكر لنا في صورة القصص أيضا ونريد أن منا على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم آئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون إذن ربنا عز وجل رحيم للغاية بعباده وفي نفس الوقت لا يرضى بأي طغيان ولا يرضى بأي كفر ولا يرضى بأي ظلم من يعني العباد اللي جواهم جبروت أو جواهم بطش فنفسك البشرية دي يجب أنك يوميا تهذبها وتذكرها تاني بكرر لك بالتشالنج اللي أنا طرحولك النهاردة ده حاسب لأن فوق قدرتك فيه قدرة وفوق مشقتك فيه مشيئة وفوق إرادتك فيه إرادة ولو نقلت لك برضو مثال آخر من نفس القصة اللي احنا طرحناها ألا وهي قصة فرعون تجد برضو من المثال اللي أنا حترحولك ده العجب العجاب في التشالنج اللي أنا بورهولك النهاردة ربنا عز وجل لما بيريد شيء ويشاء شيء خلاص قضي الأمر فأيضا في صورة القصص ربنا دلنا على المعنى ده على فكر يعني سيدنا موسى لما تولد وكان ذكر طبعا أمه خافت عليه للغاية أن كان بيبلغ أن أي ذكر يتولد كان بيبلغه فرعون فيجي يقتله خلاص فكان أم موسى اترعبت خلاص أن ده ذكر فحيبلغ لفرعون أنه تولد ذكر فحيجي يقتله سبحان الله ربنا عز وجل أراد أنه هو يحفظ سيدنا موسى لأن ما شئته فوق مشيئة فرعون وإرادته فوق إرادة فرعون وقدرته فوق قدرة فرعون ففي صورة القصص ربنا قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم اللي هو البحر ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين طبعا الآية دي رهيبة في معناها واللي يتدبر فيها والله العظيم لا يخاف أبدا في أي لحظة من لحظات حياته كلها لأن ربنا عز وجل بموجة بالآية دي ضرب للبشرية بالكامل أروع مثال إنه هو المهيمن والقادر والإله الحق في قصة سيدنا موسى وولادته خفتي عليه ألقيه في اليم لا وربنا عز وجل يشاء إنه هو يحفظ سيدنا موسى لا واللي يلتقته على فكرة امرأة فرعون ويتربى في أسر فرعون لغاية ما يكبر ويبدأ إنه هو يكون سبب فيه انتهاء طغيان فرعون فده كان التشالينج معانا النهاردة عليك دايما بالإكثار من فعل الصالحات وترك المنكرات وحط في تركيبتك البشرية إنه فوق قدرتك هناك قدرة وفوق مشيئتك هناك مشيئة وفوق إرادتك هناك إرادة خلص التشالينج النهاردة وأشوفكم الحلقة اللي جاء اشتركوا في القناة